أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم أضم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة هذا اليوم يصادف ذكرى هدم أركان الهدى ذكرى مصيبة مصيبة عظيمة بفقدان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أسأل الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعه وخدامه ومن من حمل الأمانة أمانة ولايته من دون أن يكون ظلوما ولا جهولا هذه الآية الكريمة بإجماع المفسرين بالنسبة إلى الأمانة إننا عرضنا الأمانة هي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السماوات والأرض والجبال أبوا إباء إشفاقي وليس إباء تطاول فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها الإباء يعني الرد القاطع لكن لا من باب التطاول والامتناع إنما إشفاقا إشفاق يعني الإنسان الذي يتظلم في رد شيء من حيث أنه لا يقدر عليه فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تبارك وتعالى يحصر الإنسان بالنسبة إلى تحمل هذه الأمانة في عنوانين لا ثالثة لهما إما ظلوم بهذه الأمانة وإما جهول وهما صيغة مبالغة يعني جدا جدا ظالم ليس ظلما بسيطا خفيفا عاديا عابرا ظلوم وجهول جدا جدا جاهل في حمل الأمانة ليست هناك هفوة أو غفلة عابرة جهول لم يستخدم القرآن الكريم أبدا هذه الكلمة صيغة المبالغة في الجهل أبدا إلا في هذه الآية بالنسبة إلى عظائم موارد الجهل في الإنسان القرآن الكريم لم يستعمل مادة المبالغة حتى في قضية قوم لوط إني أراكم قوما تجهلون هذه الأمانة بين ظالم وجاهل في الإنسان يقولون إن طريق جهنم محفوف بالنوايا الحسنة طريق جهنم طريق النار طريق الشقاء محفوف مفروش بالنوايا الحسنة هذه يمكن أن تكون العمدة في مشكلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي أدت أخيرا إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى الإمام يسأله أن يقبض روحه هذه هي المشكلة أقرب الناس إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهم الحواريون وهم قادة جيشه هؤلاء ليسوا ظلمة إنما صدرت منهم مواقف أدت بكل مشاريع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الانهيار حتى قال وأفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش لابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب لله أبوهم لقد قمت بها يعني بالحرب وأنا وأنا دون العشرين وقد ذرفت على الستين يقول الآن أنا فوق الستين سنة عمري أنا ما أفهم الحرب لله أبوهم قريش أنا ما كانت عندي عشرين سنة أربوطعش سنة ستعش سنة كنت أخوض الحرب ناهض بالحرب أنا ما أفهم أنا ما أفهم الحرب ولكن لا أمر لمن لا يطاع وأفسدتم علي رأيي منوه قادة الجيش هؤلاء الحواريون هذه قضية تاريخية في روايات صحيحة مسجلة منو الذي دمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منو معاوية أو عمر العاص أو الأعداء كلا هؤلاء ما كانوا يرتقوا لأن يجابه أمير المؤمنين منو منو كانوا هؤلاء أمير المؤمنين شنو كان ينقصه في المعركة شنو دمر أمير المؤمنين دمره وأفسدتم علي رأيي ابن الإسان حتى قالت قريش لابن أبي طالب يعني شنو يعني ما يعرف سياسة ما يفهم هذا كلام أمير المؤمنين يقول قريش ليش تقول هذا الكلام مجموعة من أعظم المقربين إلى أمير المؤمنين هم السبب في دمار أمير المؤمنين صلوات الله وسلام علي ليش بنوايا حسنة بنية حسنة أرادوا أن يخدموا أمير المؤمنين الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شوفوا الكافي روايات صحيحة كتب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يوم الجمل فدواحد سامعين اسمه من أصحاب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أبو حمزة الثمالي عنده ابن من أجلاء الأصحاب اسمه علي علي ابن أبي حمزة الثمالي هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول هو يقول الحديث في الكافي يقول قلت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال كلاماً الإمام الصادق استشاط غضباً هذا الجليل ها هذا الجليل ابن الجليل أبو حمزة جليل صاحب الدعاء المعروف ابن علي جداً جليل يقول قلت كلام الإمام الصادق استوى جالساً وغضب صلوات الله عليه قلت له شوف يعترض يقول قلت للإمام الصادق النبي صلى الله عليه وآله ويا الكفار في فتح مكة قال اذهبوا أنتم الطلقاء ما قاتلهم في فتح مكة يوم الفتح ليش أمير المؤمنين ويا المسلمين يوم جمل قاتلهم وذبحهم وذبح فيهم مذبح عظيمة شوف إشكال ذولاك كفار كانوا والنبي صلى الله عليه وآله عاملهم بالإحسان وسامحهم وهذولا مسلمين كانوا يوم الجمل فيقول استوى جالساً وحلف الإمام عصب هو يقول غضب الإمام قال له والله العظيم الإمام الصادق يقول له أنه سار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أهل الجمل كما سار رسول الله بس شنو المشكلة وين كانت؟ مشكلة كانت في مالك الأشتر مالك هذا الجليل هذا العظيم هذا خان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم شنو القضية شوفوا الرواية في الكافي أمير المؤمنين الإمام الصادق يقول يقول الإمام أمير المؤمنين كتب له رسالة وهو كان على قائد على جيش أمير المؤمنين يوم البصرة حرب الجمل كتب له شوفوا قضية أخذرت صارت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يريد يخوض معركة بعث فد واحد من هذولة من أصحابه الخير الخير قال له روح انصحهم هذولة انصحهم بابا هذا أمير المؤمنين هذا مبايع بالبيعة بعد المسلمين معاه بيع شنو تخرجون عليه على أي أساس انصحهم وقال للإمام أنه يمكن يضربوك يقتلوك وبالفعل وقف ينصحهم في وسط الكلمة مال ترمو قتلو هذا تطاول سافر دم مالك بالنتيجة هذا دم يفور فبعث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعني واحد ثاني من أصحاب أمير المؤمنين قال لأمير المؤمنين اسمح لي أروح أكمل أمير المؤمنين قال له راح يقتلوك ها قال ما يخالف في سبيلك شوف مضحين راحوا راح الثاني هامرمو قتلو الثالث راح بنفس الكيفية قتل شنو هذا هم مجيشين جيش حتى ما في مجال لكلام كلام من أمير المؤمنين هذا مندوب أمير المؤمنين قتلو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يقول يقول كتب لي مالك يا مالك أنت لا تبدأ الحرب أنت لا تبدأ الحرب إذا أي واحد أي شيء سوى أنت لا ترمي أنت لا تطعن أنت لا تتعقب واحد يشرت أنت لا تروح وراء أي واحد الإمام الصادق يقول الرسالة وصلت إلى مالك فوضعها في قربوسه فرسه من قبل أن يقرأها بالله عليك يعني شنو يعني شنو هذا حديث في الكافي ما قراها أصلا يدري مالك سيرة أمير المؤمنين الإمام سمح مهما بالنتيجة هذا إعلان حرب جايين حاملين سلاح أمير المؤمنين ما كان وده أن يدور حرب شنو صار بعث رسالة هذا أمير المؤمنين شنو سوى وضعها في قربوسه فرسه ثم أمر الجيش يعني هو قائد الجيش بعد أن يلعنون أبو جماعة الجمل أمرهم أن يدوسون عليهم يسحقوهم سحك فحتى الإمام الصادق يقول حتى أدخلهم سكك البصرة المعركة كانت برة في الصحراء قاتلهم قتال دخلهم سكك البصرة ثم بعد أن دخلهم سكك البصرة ذبحهم ذبح طلع الرسالة وقراها ثم تلا هذه الرسالة على جيشه أنه لا تقتلون أحد بعد ما ذبحهم ذبح ولا تعتدون على واحد ولا تدبروا إذا واحد أدبر لا تعقبوا لا تجهزوا على جريح هذه الرسالة لرسالة أمير المؤمن هذه نص الرواية رواية الأمام الصادق يرويها علي بن أبي حمزة الثمالي هذه جناية هذه شنو صارت كان مفروض الحرب ما تصير كان فجم واحد ينقتل من أصحاب أمير المؤمن غدرا هو يتكلم وينقتل هذا قتل غدر خليه ينقتل أحسن مما تجري معركة هذه المعركة جمل جرت إلى معركة صفين ومعركة صفين جرت إلى معركة النهروان وكل عمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شنو انقضى في شنو في حروب داخلية وين أمير المؤمنين لحق من سواها هذه الحروب من سواها هذه مصيبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اقرؤوا التاريخ هذا نهج البلاغة لا تقولون روايات ضعيفة نهج البلاغة الأمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولا كميل هذا الجليل كميل كميل وما أدرك من كميل صاحب سر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اعطاه منطقة محصنة اسمها هيت اقروا هاي هيت الآن لا تزال الآن معارك قريبة منها هاي هيت شمال قريبة من سام الراء في العراق هيت معروفة جدا معروفة هذه منطقة حصن كان فيها كانت حدود بين الشام والعراق دولة أمير المؤمنين وذاك الآخر في الشام معاوية فولاه كميل واليا على منطقة هيت كانت حصن أعطاه المآت من الجيش كانوا عنده أمير المؤمنين قال له قال له أنت بس امسك الحصن ما يخصك أنت لا تطلع من الحصن لا تسوي غارة ما يخصك أنت فانت بعدين كتب لك كتاب موجود في نهج البلاغة جدا قاسي حقيقة جدا قاسي فالعبارات مرعبة أمير المؤمنين يقاسي فيها كميل بن زياد هذا الجليل يقول له أنت مخ ما عندك يصرح فيه أمير المؤمنين يقول له يقول له أنت شبيك أنت معاوية كان يبعث يعني يسوي غارات على الحصن فكميل كان يطلع من الحصن كان مفروض يمسك الحصن ما كان مفروض يفرغه فيصير شنو منفذ لو يطلع هو والجيش فكان من خلال الحصن كان يفرغ فكان ينفذ معاوية أمير المؤمنين كتب له كتاب هذا نص الكتاب شوفوا العبارة نهج البلاغة أن تضييع المرء ما وليه وتكلفه ما كفيه لعجز حاضر الإنسان المرء يضيع الشغلة التي محوليها عليها تضييع المرء ما وليه تولى وتكلفه ويتكلف شغلة وتكلفه ما كفي ما كلفناك إحنا إحنا ما قلناك نسويها ليش تذب نفسك تتعب نفسك في شغلة أنت مو مكلف بيها لعجز حاضر وفعله المتبر متبر يعني مهلك أنت إنسان عاجز مو عاجز أنت جدا إنسان عاجز وإنسان أنت فعلك فعل متبر يعني مهلك أنت شغلاتك مهلكة وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسية لرأي شعاع فكر مو مركز شعاع لقد صرت شوف جسراً للمغارة من أعدائك على أوليائك أنت صرت جسر شوف شون تعبير لقد صرت جسراً للمغارة من أعدائك على أوليائك بعد أن يقول لا أنت إمامك أطعته ما أطعت إمامك هذا عصيان شوفوا هذا ولا جندك حميته ولا مسؤوليتك قمت به هذا عصيان هذا دمار هذا دمار هذول أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانوا مكاين صناعة للمشكلات لأمير المؤمنين دمروا أمير المؤمنين مو من قبل أمير المؤمنين هذا المشروع الديني دائماً في هذا المجال في المشروع النظامي ماكو تسيب ماكو عصيان أما في مشروع الربوبي دائماً عصيان الله تبارك وتعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزما آدم نبي مشروع الله الله يقول عهدنا عهد يعني مشروع مشترك عهد يعني مشروع مشترك آدم دمر مشروع مشترك الله شنو صار الله تبارك وتعالى أمام شنو حرب كانت مع إبليس الله يقول احنا اتفقنا ويا آدم ولقد عهدنا إلى آدم احنا اتفقنا وياه عهد يعني اتفاق عمل مشترك الله تبارك وتعالى مشروع الدمر بسبب شنو وعصها آدم ربه فغوى في نفس الآية هذه سورة طاها سورة طاها ست آيات أول يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمة ما شفنا في همه هاي مصيبة حقيقة هاي النوايا الحسنة آدم اقرأ التاريخ اقرأ الروايات حقيقة من منطلق حسن يوم مثلا مالك أو مثلا 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 كوميل هذول من منطلق حسن يريدون يخدمون أمير المؤمنين بس ما كانت هذه خدمة هذه كانت دمار هذا عصيان هذا عصيان دمروا أمير المؤمنين شوفوا الرواية القضية مو أمير المؤمنين لا تقولون هذا صوت أمير المؤمنين الله في مشروعه هذا آية قرآنية عهدنا يعني شنو لغة عربية عهد اتفاق مشترك منه دمره آدم نبي فنسي ومو مشكلة مو بس نسي ما شفنا فيه عزم ولم نجد له عزمة لا تقولون أمير المؤمنين المشروع الديني المشروع الرباني الإدارة الإلهية هذه سمتها ما تستعمل سيف فدائما في الإدارة الإلهية أكو عصيان ومن بعد العصيان أكو تخبط ومن بعد التخبط أكو انهيار انهيار مشروع الإنسان اللي يصنع المشكلة شوفوا فد مصيبة أنه الإنسان يريد أن يحسن فيسيء هاي فد مصيبة هاي مصيبة هاي مقدمة المصيبة بعدين يريد يحل هذه الخربطة اللي مسويها والله الدمار يصير هنا شوفوا الإنسان اللي يصنع المشكلة مستحيل أن يتمكن أن يقدر أن يرتقي إلى مستوى علاج المشكلة شوفوا أكو مشكلة أكو مستويان مستوى صنع المشكلة كل واحد بمستوى فكره يصنع مشكلة الإنسان أكو مستوى ثاني مستوى حل المشكلة حل المشكلة مستحيل أن الذي يصنع المشكلة أن بنفسه يتمكن أن يعالج المشكلة معالجة المشكلة تحتاج إلى مستوى ألف مرة أرقى من مستوى صناعة المشكلة معقول معقول واحد اللي يصنع مشكلة يقدر هو يحلها فشنو هو سواها مشكلة بعدين يريد يحلها يحلها بدمار أكبر من المشكلة هذه هو إحنا هذه والله هذه عبرة لن نحكي على أصحاب أمير المؤمنين إحنا أصحاب صاحب الزمان صلى الله عليه وسلامه على مستوياتنا الواحد الكبير القائد والواحد اللي من القاعدة من القائد من القائد انزق وانت نازل منهم مدمر صاحب الزمان أعداء والله العظيم لا منهم قادة الشيعة دمروا صاحب الزمان مثل ما قادة أمير المؤمنين دمره محمد بن أبي بكر هذا الرجل الجليل محمد جدا جليل جدا جليل تكشعر الجلود لإسمه حقيقة هذا ابن أمير المؤمنين هو قال صلى الله عليه من صلب أبي بكر ابني أمير المؤمنين والله ما كان يريد يوليه والله على مصر ما كان يريد يوليه صارت ضغوطات صار لوبي على أمير المؤمنين هو يقول في نهج البلاغة يقول ما تريد أدزة هذا أبعثه ولا على مصر خو هس أنت والي من قبل أمير المؤمنين بدأ معاوية يجهز الجيوش ستة أشهر على حدود مصر كانوا يقولوا يا محمد أنت باغتهم هذولا الحين ضعفاء باجر يقون كان يقول لهم لا أني أكره أن أبدأ إن شاء الله يرتدعون شنو يرتدعون شنال حجي هاي ولاية أمير المؤمنين إذا أنت أنت تخسر فيها يدفع ثمنها منه أمير المؤمنين يدفع ثمنها قاعد طالع يباوع هذولي شيئا فشيئا قووا 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 ما ما حرك ساكن بعدين هجموا علي شاف العسكر قوي شرد من مصر مصيبتين المصيبة الأولى ما أدرك أنه في هذه القضية هذه الجيش هذا حمل سلاح ما يسير لشكل إنسان يتعاملوا بشنو نوايا حسنة النوايا الحسنة موكتها هذا حمل سلاح يوم اللي كان مفروض أنت تباغتهم هذا أنت والي من قبل أمير المؤمنين مسؤول على مصر بعدين ما حركت ساكن لما انهجموا لماذا تشرد قتل عن أبوهم شرد عاف الجند هو شرد وأخذوها مصر سائغ أمير المؤمنين نقد نقد قوي في نهج البلاغ بعد استشهاده قالوا ألا وإني قد أردت أن أبعث إلى أهل مصر هاشم بن عتبة المرقال سامعين اسمه ما تشت أريد أبعث هذا محمد جليل محمد حواري جليل ولو فعلت لما أنهزهم الفرصة ولما ترك لهم العرصة لا كان يعطيهم فرصة يقومون وبعدين ما كان يشرد ولما ترك لهم العرصة يعني عرصة مصير بعدين هو أمير المؤمن يقول بلا ذن من لمحمد بن أبي بكر فلقد كان لي ربيبة وكنت له حبيبة هذا المضمون تقريبا الحديث ما أريد ذن بس هو ذن يعني محمد بن أبي بكر أنهزهم الفرصة وترك لهم العرصة شوف الرواية في الروايات أكو بعد مقتل محمد بن أبي بكر رفع أمير المؤمنين بعد سماع قتله وايبتش أمير المؤمنين شال إيده وكان يقول إلهي حبيبي محمد صلى الله عليه وآله أخبرني أنه أنا متى أطلب منك أن تأخذ بروحي أن تقبضني إلهي حبيبي أخبرني أنك أنت تقبل إلهي أخذني أقبض روحي ليش أمير المؤمنين يطلب الموت من الله تبارك وتعالى في مثل هتشي ساعة ربما في مثل هتشي ساعة من يوم الجمعة آخر جمعة من حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اللي في ليلة تلك الجمعة نهار يوم غد ضرب الإمام صلى الله عليه تقريبا مثل هتشي وقت كان ارتقى المنبر كلش معروف نوف البكالي هذا بواب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يروي يقول الإمام عليه الصلاة والسلام على كل حال ذكر أصحابه أين عمار أين ابن التيهان أين ذو الشهادتين خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين ضرب بيدي هل ضرب بيده الكريم على شيبته وأطال البكاء على المنبر ثم عقد ثلاث رايات بكى على أصحاب قال أوهن أوهن لأصحاب الذين تلوا القرآن فأحكموا ودبروا الفرض فأقاموا دبروا الفرض هذا الواجب فأقاموا بكى عليهم وين هم هذول هذول اللي كانوا يدبرون الشغل مو بس ينهضون بنوايا حسنة بديية حسنة بكى عليهم الراوي هو نوف البكالي يقول ما دارت الجمعة هاي الجمعة اللي يخطبها أمير المؤمنين حتى ضربه اللعين ابن ملجم فصرنا كالأغنام التي لا راعي لها تشتتنا ما دارت الجمعة هاي الجمعة ما كملها حتى ضربه اللعين ابن ملجم فصرنا كالأغنام اللا لا راعي لها هش كل تراجعت العساكر كلها ليش وصل هذا هذه عبرة لنا هذه ليست قضايا تاريخية محت أولا روايات مسلمة أريد أن أؤكد أن القضية الدينية ليس فيها سيف فدائما يحصل فيها عصيان بالنص القرآن الكريم يقول وعصى آدم ربه ومن وراء هذا العصيان عصيان بواح علني من منو من أجل القادة الدينية فمن وراء هذا العصيان تحصل انهيارات تحصل مشاكل أزمات حروب قتال وكل الحياة في المجتمع الإيماني كله أزمات بسبب ماذا بسبب نوايا حسنة طريق جهنم محفوف بالنوايا الحسنة يريد أن يحسن فيسيء ليش المولى صلى الله عليه ما يظهر عجل الله فرجه الشريف ليش ما يظهر والله يصنع به قادة الشيعة ما صنع بجده أمير المؤمنين الحواريون ليش يظهر مو من منطلق إساء له لا بنية حسنة بنوايا حسنة بس لا يفهمون الحياة من يفهمون شنو لازم يتصرفون حالة ارتجالية حاكمة على الوضع الشيعي في هذا اليوم في كل أبعاده في المستوى الراقي حقيقة في قادة الشيعة أكو ناس متهورين أكو ناس متهورين هذا التهور جلب لنا هذه المصائب الكثيرة جلب لنا هذه البلاو الكثيرة الشيعاء الآن في كل سقع يذبحون ليش أكو تهور أكو حرب ما كان مفروض تصير أكو خوض لمجالات تهور 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 راقي حقيقة أسوأ أنواع التهور في كل المناطق الشيعية أكو تهور أكو انفعالية انفعالية لا محدودة إشوية لازم إنسان يضبط نفسه ماكو ضابط نفسه كل حمل سيفه قتله الذبحه والحاصل وضع الشيعة شيعة أمير المؤمنين في هذا اليوم يكون في هذا المستوى المتردي اللي ليس بعد وراءه تردي حقيقتان هذه عبرة يجب على الشيعة بقادتهم أولا أن يدركوا الموازين لا ينفعلوا انفعالا الانفعال يولد المزيد من إراقة الدم المزيد من الويلات للشيعة لشيعة أمير المؤمنين نسأل الله تبارك وتعالى بحقه أمير المؤمنين أن لا يجعلنا من الظالمين بحقه ولا من الجاهلين الظلوم الجهول الظلم بهذه الولاية المقدسة ولاية أمير المؤمنين أو الجهول بهذه الولاية بحقهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين